كما نقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدل محمد الحامد مع وكيل دائرة الشهداء والجرحة بمحافظات عدن ولحج أبيان علوي سالم النوبة أوضاع استحقاقات الشهداء وجرح الحرب بالمحافظة ونقش اللقاء آلية وخطة عمل مشتركة بين دائرة الشهداء والجرحة وسلطة المحالية بشأن توزيع الأراضي على أسر شهداء المحافظة والجرحة وفق الكشوفات المعدة مسبقا والمصادق عليها من مكتب هيئة أراضي وعقارات الدولة وشدد الأمين العام على أهمية المساواة في توزيع الأراضي على كافة المستحقين وأهمية إعداد الدراسة المتكاملة لتوفير الخدمات للمخططات المعدة لهذا الغرض مبديا استعداد سلطة المحلية تقديم كافة الدعم والتسهيلات لإتمام العمل في هذا الجانب